يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الأهل يا الزمالك الزمالك والأهل في نهاية كأس مصر يوم الجمعة القادمة في الرياض وسط مدرجات ممتلئة عن آخرها وهذا هو المتوقع ونتمنى أن تكون مباراة ممتعة رائعة طاليك بحجم الأهل بحجم الزمالك أكبر ناديين عربيين أكبر ناديين في القارة الأفريقية وشوية طلبات يعني حلوة كده نطلب مع بعض كده ونستنى ونشوف أنا عايز أشوف زيزو وهو بيمتع إمام عشور وهو بيبدع عايز أشوف الحراس سواء محمد صبح أو عواتف الزمالك ومصطفى شبير في الأهل وهم يا سلام بيتصدل الكرات الخطيرة الكتير اللي بتيجي عليهم عايز أشوف دفاع جامد عايز أشوف هجوم جامد عايز أشوف سرعات عايز أشوف أداء تكتكي محترم من الاتنين مدربين عايزين نتفاشخر ونقول لكرة القدم المصرية ونرفع رأسنا ونقول إحنا كبار بكل طواضع ده التاريخ ومن المفترض الحاضر أيضا نلعب مباراة حلوة ممتعة سلوكيا لابد دون نقاش أن تظهر المباراة بشكل رائع جدا من الفريقين ومن لعب الفريقين فنيا ورونا بقى ورونا بقى ده منتخم مصر بيلعب لقبت الأهلي والزمالك ده منتخم مصر نتفرج ونستمتع نهائي بطولة أقدم بطولة في تاريخ مصر كأس مصر من مئة سنة أو النهائي كان من مئة سنة مئة سنة كورة نحتفل بيهم كما يجب أن يكون مؤكد أن المباراة على مستوى التنظيم وعلى مستوى النقل التلفزيوني وعلى مستوى الحضور الجماهيري وكل حاجة هتبقى شكلها حلم إن شاء الله يعني بستنين كورة بقى بستنين متعة زي بقولك كده أنا الموضوع عندي مجدبش عليكم يعني مختلف شوية عن بعضكم أنت بطبيعة الحال نفسك الأهلي يكسب أنت بطبيعة الحال نفسك الزمالك يكسب طبيعي بتشجع في رئيتك أنا نفسي شوف مباراة حلوة أقول دي كرة القدم المصرية أقول بقى دي الكرة بتاعتنا أقول دي الكرة بتاعتنا ونلعبها في أي مكان ونظهر بشكل رائع ومميز أرجوكم نعمل مباراة حلوة فلو سمحتم لعيب الفريقين طلعوا كل الطاقة مية ومية وخمسين في المية كمان وما يهمكوش ما يهمكوش النتيجة أنا فاهم أنا بقول كلام برضو نظر يعني كده هيهمهم النتيجة بس خلونا نشوف مباراة حلوة يعني يستمتعوا أنتم كمان معانا اطلعوا مستمتعين وتقولوا احنا جمدين قاوش ان شاء الله يعني المباراة تبقى رائعة ترجمة نانسي قنقر